انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة جنين ومخيمها في شمال الضفة الغربية المحتلة بعد أن خلف عدوانه عليها الذي استمر ليومين 12 شهيدا بينهم طبيب ومعلم وأربعة أطفال وأوقع عددا من الإصابات إلى جانب دمار كبير في البنية التحتية وقبل انسحب الاحتلال دارت اشتباكات في شارع الناصر بمدينة جنين فيما حاصرت قواته فندقا يتواجد بداخله عدد من الصحفيين وأطلقت قواته النار بالتجاه غرفة الحراسة التباعة للفندق قبل أن تقوم جرفات الاحتلال بهدمها ووفقا لإحصاءات سلطة الصحية الفلسطينية فإن العدد الإدمالي للشهداء في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة ارتفع إلى 517 شهيدا منذ 7 من شهر أكتوبر الماضي ترجمة نانسي قنقر